أهلا بكم أجبر علي هيبة وعائلته على الفرار من القتال بين الأطراف اليمنية المتنازعة ووجدوا أنفسهم مكدسين في خيمة مع عشرات آخرين في مخيم صحراوي شرقية مدينة مأرب وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة أنجيلا ويلز إن نحو ستين أسرة كانت تحتمي في مخيم السمية الصحراوي إضافة إلى ما يقدر بنحو ألف ومائتي أسرة فارة وصلت إلى هناك يجبر الاقتتال علي يحيى هيبة وعائلته على الفرار من الحرب في اليمن ليجدوا أنفسهم محشورين في خيمة مع العشرات يهربون من جحيم المعارك إلى سقيع الصحراء نحن نزحنا في هذه المنطقة ما هو أنها صحراء؟ هي جزء من الربع الخالي ما عندنا أي خدمات من الخدمات الإنسانية لا مدرسة لا مستشفيات ولا أي شيء من الخدمات يعني الذي تقدر توفرها لك أو لولدك أو لزوجتك إذا حصل لك أي ظرف طارئ يعني ما تحصل الذي يخرجك إلى أي أقرب مستشفى فر علي وزوجته وأطفالهما السبعة إلى مخيم السمية شرقي مدينة مأرب بعد تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مكان قريب نزحوا مرارا في الحرب المستمرة سبع سنوات يتشاركون في الخيمة مع ست عائلات أخرى وكوخين صغيرين من القش لخمسة وثلاثين شخصا ولا يملكون سوى بطانيتين تدفئانهم في الليالي الباردة نزحنا مرتين أو ثلاث مرات ولم تجحنا أي مساعدة يعني السكان حنا ثلاثة أسر أو خمس ساكن في مكان واحد في خيمة واحدة لا تجحنا فروشات لبطانيات لبردمية ولا معانا إلا وبها الله الكريم تشهد مدينة السمية تدفقا للنازحين يعاني مخيمها بموارده الشحيحة من تداعيات صراع أجبر الملايين على ترك منازلهم عائلات وأطفال تريد أن تعيش بسلام وقالوا إلينا لاجحين من مدرية حريب وخرجوا في ليلة منظمة ولا قال لديهم شيء يعني ما يسكنوا إليه وأطفناهم في داخل المخيم مع أسر وفقوثهم متضايقين يعني لا معهم لا معوا ولا فرش ولا بطانيات ولا بيوت ولا ذي ولا ذيك ولا أي شيء معهم تحل شهور الشتاء وتتأخر المساعدات الدولية لا مأوى مناسبا ولا مكان للنوم لا أغطية كافية ليس لدى علي وعائلته أي شيء وينضم إلينا من مأرب خالد الشجني نائب رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أهلا بك أستاذ خالد معنا إذن هذه الأزمة هذه المأساة ليست جديدة ومستمرة منذ سنوات لماذا لم تستفد الجهات المسؤولة من التجارب السابقة مرحبا بك أختي الكريمة وكذلك الإخوة المشاهدين فيما يخص النزوح في محافظة مارب طبعا بدأ النزوح في المحافظة منذ العام 2015 مستمر النزوح إلى حتى يومنا هذا الأحداث الأخيرة بسبب تصعيدات الاكتقامة بها الميليشيات الحوثية على ست مديريات تكون في جنوب المحافظة أدى الأمر إلى نزوح أكثر من 95 ألف نازح هؤلاء النازحون نزحوا إلى مديرية المدينة والوادي أغلبهم متواجدين في الصحراء وبعضهم في مخيمات النازحين عدى المخيمات إلى الآن 181 مخيما للنازحين مخيم السمية هذا واحد من هذه المخيمات الوضع مأساوي وكارثي أسر تركت جميع ما تمتلك تم تهجيرها قصريا من مناطق سكنا سواء كانوا نازحين أو مدنيين ساكنين في تلك المديرية لم يأخذوا حتى مكتناتهم الشخصية نعم واضح أن الوضع مأساوي وكارثي لكن كيف بالإمكان مواجهة هذا الوضع الكارثي يعني هل المنظمات غير الحكومية هل المجتمع المدني هل المسؤولين عن هذه عن أوضاع اللاجئين والنازحين يتعاملون مع القضية وكأنها مؤقتة مع الأسف النازحون بواجه مرارة النزوح وكذلك حاليا مرارة الشتاء في ظل ضعف التدخلات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية وكذلك حتى تدخلات تقدمها السلطة المحلية والدولة النازحون لازلت الفجوة كبيرة جدا لم تردم الفجوة إلى هذه اللحظة الوضع في المخيمات كما في التقرير وأكثر من هذا النازحون يفتقرون إلى المقومات الحياة الأساسية التي تحفظ لهم بقاهم على قيد الحياة يبحثون عن الغذاء عن المياه عن الصحة عن الماء والإيواء خاصة في دخول برد وفصل الشتاء يبحثون عن المساعدة الشتوية تمت المنظمة قدمت خدمات قدمت تدخلات لكن التدخلات ليست بالحجم الكبير الذي واجه هذه الفجوة الكبيرة من النزوح نازل النازحون إلى يومنا هذا لم يحصلوا حتى بعضهم على الاستجابة الطارئة السريعة وبعضهم لا يحصل على المأوى والمياه والغذاء بعضهم عند وسط المجتمع المضيف والبعض في الحائرات والأحياة والبعض في المخيمات ما دور أستاذ خالد ما دور المجتمع المضيف والبيئة المحلية في ردم هذه الهوى وفي التخفيف من معاناة النازحين المجتمع المضيف مجتمع بناء المحافظة طبعا فتحوا منازلهم للنازحين أغلب النازحين في جزء من النزوح الجديد يسكنون بين وسط المجتمع المضيف سواء كان هذا في أراضيهم أو حتى في منازلهم وهذا منتشر بشكل كبير في مديرية الوادي يقوم بمساعدة النازحين بما هو مقدر لهم لأنه للأسف كانت الخدمات في المحافظة مارب قبل النزوح عبارة عن خدمات هشة حتى البنين التحتية ضعيفة جدا يقدم لهم استطاعوا من المياه والغذاء لكن المعول النازح يجلس أيام بسيطة عند المجتمع المضيف حتى تقوم المنظمات والجهات المختصة بمساعدته والتغلب على آثار النزوح لكن تدخلات في الجانب حتى في جانب النساء جانب الأطفال جانب الأمراض المزمنة لا يحصلون على الرعاية حتى على أسط حقوقهم التي مكفولة لهم سواء في الدستورة أو في القانون أو في القانون الدولي الإنساني نعم أستاذ خالد سؤال أخير اليوم نحن على أبواب فصل شتاء قارس إن لم نكن بالفعل دخلنا بهذا الفصل هل من خطة لمواجهة المصاعب التي تواجه النازحين خلال فصل الشتاء بشكل خاص طبعا واليوم نحن نعيش جائحة كورونا أيضا والمتحورات الجديدة هو مع الأسف للفترة الماضية أو السنة الماضية لم يكن تخل مارب من ضمن الاحتياجات المساعدة الشتوية لم تكن تدرج محافظة مارب من ضمن المحافظة التي تحتاج إلى هذه التدخلات حاليا أبلغونا أنهم تم إدراج لمدينة المدينة والوادي بس إلى الآن لا توجد أي تدخلات أي منظمات دولية في هذا الجانب المساعدة الشتوية كذلك الغذاء الذي يحفظ للناس ديموتهم على بقاء الحياة الأمر صعب جدا خاصة للأسر التي هي تعاني من الأمراض بسبب البرد وانتشار الأمراض بسبب الانتشار البرد وفصل الشتاء طبعا كورونا وجاحت كورونا مع لاسف لا يتم أي عمل أي تدابير أو أي جراءات في مخيمة النازحين والسبب فيها أن الأسر تلقى في الخيمة الواحدة أكثر من خمس أسر يعني خمس وثلاثين فرد أو إلى أربعين فرد يسكنون في خيمة واحدة كذلك في بعض المنازل لتكون أكثر من خمس إلى تسع أسر تسكن في غرفة واحدة لا يوجد أي شيء في هذا التدابير ونحن نطالب المنظمات والمجتمع الدولي إلى سرعة إنقاذ هذه الأسر ومساعدتها على التغلب على مرات النزوح طبعا نطالب في كل مرة وتقارير الوحدة التنفيذية بشكل مستمر لكن استجابة لكن استجابة ضعيفة جدا لا تكاد تفي بالغرض نعم خالد أشجني نائب رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين كنت معنا من مأرب شكرا جزيلا لك